حكاية زعل والله يحكس لهم الأفريقاء دي لها لسه مصدوم وزعلان ودايق عايب الحاجة الوحيدة اللي ممكن تريحك دلوقتي أو تبسطك أو تحسسك إن الحياة ممكن تبقى أحلى إيه ودي نصيحة مني لاتحاد الكرة المصري لو يقبلوا يعني النصيحة أو يفهموها أو يعني يسمعوها يعني يطلع دلوقتي يقول والله يا جماعة إحنا كان عندنا مشاكل كبيرة جداً في كرة القدم المصرية كان آخرها أو نتيجاتها في الآخر هو ظهور المنتخب بشكل مش جيد في كأس الأمم الأفريقية وبناءً عليه إحنا نويين نقض وعنحط ترتيب لتطور الكرة القدم المصرية ترتيب ده ممكن يبقى على مدار عشر سنوات على مدار عشر سنوات اللي هو هتقول مثلاً إيه أنا هبدأ في إصلاح قطاعات الناشئين في مصر ومنتخبات الناشئين في مصر مثلاً إديني مشروع كده واضح أمشي معاك فيه لك إحنا المشروع بتاعنا ودي برضو الحاجات اللي بتضحك علينا فيها يعني يقولك إيه إحنا ماضين مع روي بيتوريا كمشروع لمدة أربع سنوات المشروع مش مدرب وعقد مشروع ده مشروع كورة يعني المشروع ده إيه لأنه عشان أمضي مع مدارة بأربع سنوات فأنا بوفر له عدد كبير من اللاعبين الشباب إحنا كان معدل أعمالنا في كاس الأمر وفكات 29 وهيوصل لـ 30 كمان 29 سنة ده رقم كبير جداً فأنا هقول له والله أنا هعرف أطلع لك عدد معين من اللاعبين الشباب من المنتخبات المختلفة يعني في منتخب عشرين هعرف أطلع لك لعب أو اتنين منتخب اللي أم بي هطلع لك تلاتة منتخب الناشئين ممكن تشوفه يمكن تطلع لك بواحد عندنا لعيبة مصريين موجودين في أوروبا صغار السن هنجاهزهم لكلهم بالمناسبة صغار السن اللي موجودين في أوروبا اللي هم مزدوجي الجنسية ما دي برضو من الحاجات اللي اتضحك طفعا فيها حننصرف فلوس كتير قوي تحدي كرة بيصرف فلوس كتير على مداربين وعلى تجهيزات وأمور كثيرة يعني وبيكسب فلوس برضو بالمناسبة هو دايما تحدي كرة يقول لك أنهم فلس بس هم مفروض أن هم بيكسبوا فلوس كويس عشان هم مش عارفين يعملوا ده بس يعني مثلا يعني لو بتيجي تروح عايز لعيب مصري مزدوجي الجنسية موجود في أوروبا عايز تجيبه المنتخبات مصري المختلفة ما ينفعش تروح تقوله ايه تعتذكر الطيران وتعلي عشان أشوفك هتعجبني ما تعجبنيش ايه ما ترجع لأ عندك فريق سكاوتينج عندك فريق كشفين يعرف اللعيب ده كويس ولا مش كويس ولو كويس فعلا ما تجيبوش ما تجيبوش هنا تجربوا تأكد ان هو كويس ولا الأول تمام ولو تأكدت ان هو كويس لو تأكدت ان هو كويس سافر له انت شوفه على الحقيقة وتكلم معاه وتفاوض معاه انه يبقى موجود في المنتخب مصر هتقول ل ним عيبة كريم ده شرف كبير وعظيم ليه انه يلعب لمنتخب مصر مؤكد مليار في المية شرف كبير لأي لعب انه يلعب لمنتخب مصر بس هو عنده منتخب آخر هو عنده منتخب آخر لبلد هو عايش فيها دلوقتي احنا بنقولش حاجة غريبة المغرب بتعمل كده تونس بتعمل كده الجزائر بتعمل كده غانا والسنغال وكوديفار كلهم بيعملوا كده بروح اتفاوض ما اكيني بضموا الفرقة بضموا الفرقتي عشان هو عنده فرقة تانية بتعرض عليه برضو فانا اقوله لأ تعالي هنا احسن شرف ليه هنا بس هو برضو شايف انه شرف ليه انه يلعب هناك الاتنين شرف ليه مش انت الوحدك فبلاش الجو اللي هو بتاع ايه تعالي لي ولو عجبتني هلبسك شرط منتخب مصر ما عجبتنيش خد تسكير الطيران اللي انت دافع تمانها دي وارجع تاني فيش كده يا جماعة مش حد بيعمل كده والله